أعوذي بله من حطار جيم بسم الله الرحمن الرحيم تحليل بيئي معالية المياه هذه الوحدة الخامسة الووتا تريتميث هنا نصير في شرح محطيات هذه الوحدة معالية مياه البحر ووتا دي سالينيشن لها مراحل معينة حوالي أربع مراحل ضخ ونقل مياه البحر إلى محطة التحليل إذن المرحلة الأولى هي مسألة ضخ ونقل المياه المرحلة الثانية معالجة فيزيائية إثنين آلف معالجة فيزيائية والمعالجة الفيزيائية دفع ماء البحر بأسطة مضاخات عبر مرشحات رملية الحيالة لدون مرور المواد العالقة ذات حجم أكبر من 5 مايكرو ميتر إذن المعالجة نمرة إثنين هي معالجة فيزيائية التي تخلص من بعض المواد العالقة نمرة إثنين با أو ممكن نقول نمرة ثلاثة لحسب التصنيف معالجة كيمية وفي المعالجة الكيمية إضافة كلور وحمض الكبراتي كالتعقيم وضبط الحمضية قبل مرحلة التناضح العكسي والتناضح العكسي زي ما قلنا هو وهو أحد الطرغ التي استخدم لتحلية مياه البحر نمرة ثلاثة التناضح العكسي أحد الطرغ التي استخدم في معالج مياه البحر للتعريفة وللحصول على ماء محلة أي ماء تحلية وذلك بدفع ماء البحر خلال غشاء شبه موفيز لستمح بمرور الماء وحجز الأملاح إذن تعريف نحجز الأملاح عندما تمر بغشاء معين وتمر المياه العازبة نمرة أربعة التي هي مسألة التعقيم تعقيم الماء المحلة بالكلور ثم ضبط الحمضية ثم التخزين والتوزيع إذن هناك أربعة خطوات كبيرة بشكل واضح اللي هو نقل ومعالجة كيميائية وفيزيائية وضبط حمضية واستخدام طريقة التحلية هي كمسل التناضح العكسي وأخيرا مسألة التعقيم هنا في الرسمة نرى بشكل واضح أنه نقل مياه للبحر وتجميحها هنا وإضافة كلور وذلك للتعقيم وهنا نضحها لضبط الحمضية أيضا وهنا نلاحظ الرمل هنا المعالجة الفيزيائية وهذه تعتبر المعالجة بعدها الكيميائية ونزيل الكلور وبعد ذلك تدخل مرحلة طريقة معالجة مياه للبحر أو طرق التحلية ويسمى بالريفيرس إسموزيس أو التناضح العكسي الملوحة الزائدة يتم متفرقة والتخلص منها هنا وتستمر لضبط الحمضية بإضافة الصدق والتعقيم بإضافة الكلور ويتم تجميحها هنا وتوزأ أخيرا إلى المدني إذا لو لاحظنا نقل مياه للبحر ثم المعالجة الأولية هي كيميائية وفيزيائية نمر اثنين تجي طريقة التحلية نفسها وهنا تجي المعالجة أنها يضبط الحموضة بالإضافة إلى التعقيم وأخيرا مرحلة التوزيع وأخيرا مرحلة التوزيع بالنسبة للمستهلكين ترجمة نانسي قنقر